بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سيدة بدأ كتير من أولادنا امتحاناتهم الأيام اللي فاتت دي والفترة دي بيستعد أولادنا خاصة للسنوية العامة الامتحانات الأسابيع اللي جاية خلاص بندعي لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ويسددهم ويجعل لهم الفتح والبركة في الوقت ويجعلهم مليانين نور وصفاء فكر وراحة بال وفتح لكل المغاليق ويسر لهم كل مسارات التوفيق والفتح والبركة يا رب العالمين مع أهم اللي احنا بنعيشه مع أولادنا وإحنا بنتمنى لهم كل الأمان الكبيرة في الحياة بيجي على رأس الأمنيات دي أمنية النجاح إن أولادنا يكونوا نكحين ومن أول يوم وإحنا بنشجع أولادنا عن إنهم يعيشوا النجاح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان دايما يشجع كل اللي حواليه إنهم ينموا ويخرجوا أجمل ما فيهم ويعمروا الحياة ويتقنوا الأعمال لذلك كان من أجمل سننه صلى الله عليه وسلم لما حد من الصحابة يعمل عمل حسن يعني حقق شيء وينجح فيه كان رسول الله عليه وسلم يقول له زي ما أخرج الإمام البخاري يقول له أحسنت أحسنت يعني أنت من أهل الإحسان يعني أنت داخل في قوله في قولي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وداخل في قولي تعالى إن الله يحب المحسن إذن فالمسألة إن الإحسان ده حاجة عظيمة جدا والنجاح بمعنى الإحسان حاجة رائعة وعشان كده في أوقات كتيرة بنغرس في أولادنا معنى للنجاح بيخليهم طول الوقت إذا ما فيموش المعنى المتزن للنجاح يحصل لهم المعنى اللي إحنا بنصدره لأولادنا في النجاح ده يصدر لهم التوتر والقلق وكأننا بنربيهم على شكل للنجاح مفهوش قدر من الاتزان وبيضغط عليهم وأن أعرف كثير من أولادنا بيعيشوا أساليب من الضغط كتير جدا جدا فكليل لما أولادنا اتغير عليهم مقرر سنة ربعة فبقى الأولاد اللي في سنة ربعة عندهم ضغوط وبقى عندنا خلاص فيها حاجة كده برض عند هدكات التعلم النفس كده اسمه علاج الأطفال من الضغوط لأن فيه نمط من الأباء النجاح والتوفق عندهم قيمة أوليا مهمة جدا 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 في حياتهم فبيكون ده هدفهم الأساسي ودورهم اللي بيقدموه على مر الأيام والليالي يعني بوظيفتهم أنهم بينجحوا الأولاد فيربوا أولادهم من الحياة قيمتها في التفوق وتحقيق الإنجازات وده وحش لا لا ده هدف في الطريق الهدف في الطريق هو الأهداف الإنسانية القيمية العليا لكن النجاحات دي بتوسطنا للغايات العليا زي السعادة زي الإنسان يكون عبد لله سبحانه وتعالى عايش في وسع مش عايش في ضيق النمط ده من الأباء بقى اللي بيعايش أولاده إن المهم من إنجح المهم من أتفوق النمط ده من الأباء صحيح بيشجعوا أولادهم على الإتقان والنموه والتطوره ده شيء جميل لكن التحدي في هذا النمط التحدي الحقيقي في نمط التربية ده لما يكون مغالي في تقدير النجاح في حياته ويكون تركيزه الأساسي في التربية على جانب واحد بس النجاح عارف وكأن إحنا بقينا عبيد للنجاح أقول لكم لقطة كده بسيطة لما العلوم اللي حصلت اللي إحنا بنعيشها زي علم الإدارة وعلم الإدارة بدأ يتنبه بدأ يطور ويترك تقلية الإنسان يتحول الإنسان إلى آلة يترك ده عشان يحاول الإنسان إلى بناء آدم مش همته بس التارجت مش همته بس النجاح فلما تنبهوا لده بدأوا يتكلموا عن الأشياء الإنسانية وكأنهم بيقولوا النجاح مهم بس مش لوحده لإن إحنا لازم مع أولادنا صحيح إن سعيدهم إنهم يكونوا متفوقين دراسيا ومهنيا ومحققين الدرجات مش بس لكن لازم كمان إن إحنا نركز كمان على تعليمهم مهارات والقيم الإنسانية اللي يعيش بيها حياتهم فأولادنا في بعض الأحيين بيطلعوا شطار في الدراسة لكن للأسف هشين العلاقات وضعفاء في العلاقات جدا جدا عندهم مشكلات كتير جدا على سبيل المثال أولادنا بيطلعوا عندهم جفاف عاطفي وبيحس إنه قابلهم مرهوم بمدى تفاققهم بس فتلاقيه هو بتعامل مع أبوه أمه مش ملتفت إنه هو يقول لهم كلمة حلوة إنه هو يطبطب عليهم إنه هو يحضنهم وهم ساعات يسموه النموذج ده ساعات لما يكون في التركة العليا بتاعته يسموه عبقرينه لأ عبقرينه ده لازم عبقرينه في القلب وعبقرينه وعقل وعبقرينه لكن لما يبقى عبقرينه بس من غير مشاعر يبقى ساعات كده إحنا ما نقولش عليه عبقرينه إحنا بنقول عليه إنه كتلة صلبة تشبه الحاسب الآلي أو إحنا فرحانين به إنه هو تحول إلى روبوت فيها بحاس عملتها جامعة أمريكية في أريزونا لقوا إن الطلبة اللي أبقهم ركزوا على إنهم يعلمون القيم والمهارات الحياتية بنفس القدر اللي هم شجعوهم على النجاح والنجاح الدراسي وتحقيق الإنجازات اللحظة غريبة قوي إنهم حققوا أفضل النتائج الدراسية مع صحتهم النفسية اللي كانت أفضل وكان عندهم ثقة بالنفس وعندهم كمان أعلى درجة من التعامل مع زملائهم ومع الحياة على خلاف زملائهم اللي أبقهم ركزوا فقط على النجاح الدراسي المرتفع فقط إيه الحكاية؟ إن لو عايزين نجاح متزن لازم يبقى فيه تربية متزمة ففي معاني بنغرسها في أولادنا عن النجاح بتخليهم يتعبوا في الحياة لما نحن نكون فاهمين النجاح بشكل مش متزن إن محدش هيحترمك لو أنت ما كنتش ناجح على فكرة النجاح هو اللي يخليك متشاف وسط الناس آه صحيح النجاح قيمة وإضافة إنسانية وحياتية جميلة جدا جدا ومهمة لكن إنه يكون همي إن أنا أنجح بس بأي تمن ومحسش إن أنا أولئي في عيون الناس إيه لا يحصل؟ ده هفضل فيه إن أنا ممكن أدوس على أي حد وممكن أنا أكون عايش موجوع وحاسس إن الوجع ده وتوضى الطبيعي الحياة في الحياة كلها مرار وطف وأنا أفضل ماشي في حياتي دي فيفضل الولد يعيني طول الوقت بيصارع وعايش على إن حياته مصارع وأنا هنا الناس لما بيجيوا يكلموني يقولوا لي أنت ليه ما بتربيش أولادنا عن المنافسة قلت لهم عشان المنافسة اللي أنتو بتربوا الأولادنا عليها دي هي مش في منافسة دي صراع وأنا مش هقدر أخلي ابني يتاكل في وسط الصراع ده لكن أنا ممكن أربيه على إنه يكون محسن في فرق إن هو يكون محسن وإنه يكون مصارع عارفين ليه؟ لأن أولادنا لما بيربيهم على المنافسة بالطريقة دي إحنا بيربيهم على إنه يبقى الأول وعشان يبقى الأول ممكن يكعب لأي حد ممكن يعور أي حد ممكن يئزي أي حد ممكن في الشغل بعد كده يديل أي حد كده حاجة من لنتو عارفين أيها الاسم اللي انتو عارفين ده عشان يزيحه من أسواته عشان يبقى هو الأول مش عشان ينجح في الحقيقة لا علشان يتشاف ويبقى طول الوقت الآن إن حد يتفوق عليه ولو حد تفوق عليه يتملي قلبه حقد ويبقى طول الوقت مش راضي مهما حقق إنجازات في أباء من منطلق إن إحنا مش عايزين مش عايز ابني يعاني معاناتي والدنيا تدوس عليه زي ما دست علي أنا عايزه إن الدنيا بتدوس على اللي مش ناجحين فيضغطوا على أولادهم ومطالبوهم بأعلى توقعات بقى إيه اللي حصل وينسوا بقى ميولوا من متقاطهم وقدراتهم المشكلة في الحقيقة إن التوقعات العالية اللي إحنا بنضغط بيها على أولادنا بتسبب ضغوط نفسية كبيرة جدا جدا على أولاد عارفين أنا مختارين نتكلم في الوقت ده ليه عن الكلام ده عشان أعرف أولاد كتير في السنوات أيام بيكونوا في امتحانات السنوات العامة بيحصل لهم النهارة عصبي حد لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي أعرف أولاد كتيرة جدا 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 مشكلتهم في الحياة إنه اللي بيدور في أقلهم لو النتيجة ما تلعطش زي ما بابا وماما عايزين على يفضلوا حبوني فأنا طول الوقت ما طوط وساعات الأولاد ما بيقدروش ومتعلموش إزاي قوموا وهذه المشاعل وكتير من بحوث النفسية لقيت إن ده بيدور بالصحة النفسية والعقلية للأولاد وطبعا كل سنة بنسمع عن حالات أنا أسف يعني حالات الانتحار في أوقات الانتحانات والنتائج وبنشوف بعض أولادنا بيحصل ليهم انتكاسات بعد ما كانوا نكحين ومتفوقين وكل سنة من الأوائل إيه اللي يحصل ينهار فيسيبوا إيديهم خالص ويبقى عندهم لا مبالاة وممكن يشيلوا السنة والأبا بقى هيتجننوا إيه اللي حصل لي؟ ده ابن ابن تبدل أو مش ابنك تبدل ابنك ما بقاش مستحمل ضغط عشان كده محتاجين نلاحظ أولادنا بتركيز وانتح لهم فرصة إنهم يتواروا من أنفسهم في الاتجاه اللي هم بيحبوه في الاتجاه مويلهم ومقدرتهم مش الاتجاه أحلامنا وتوقعاتنا إحنا يعني أنا مش عايز أزعى للناس بس أنا في صحيح حقيقي يعني هل ممكن فكرة إن فيكو حاجة اسمها كلية القمة ويبقى فيه أكيد بقى كلية القاع هل فيه دوة نوع من أنواع التنابس بالألقاب هل ده فيه نوع من أنواع احتكار قطاع كبير من الناس عايزين نعلم أولادنا إن قيمة الإنسان بالحاجة اللي بيقدمها للمجتمع بيرسالته وعشان كده من معاني كمان اللي بتشكل أزهان أولادنا اللي محتاجين نرجعنا نرجعها معنى السعادة في النجاح ليه لازم ينجح لازم نعلمه إن هو يسأل نفس السؤال ده أنا ليه لازم أنجح المعنى أنا عايز أقول لكم حاجة الإنسان بيعيش بالمقدار ما في قلبه معنى وعشان كده حضرت النبي يقول لنا إنما الأعمال الأشياء إنما الأعمال وبالنيات بالمعنى كل ما الواحد عنده معنى في الحاجة اللي بيعملها كل ما سعيتها يكون إنسان سعيد عشان تكون سعيد لازم يكون فيه معنى فالولد ينجح وفجأة يلاقي نفسه مكتئب ويزاك تلوقتي بنسمع عن اكتئاب ما بعد النجاح إن الواحد بمجرد ما يحقق اللي هو بيسعى ليه يتصبع عراض اكتئاب غير متوقعة وغير مفهومة ما يحسش بطعم النجاح ويفقد رغبته أحياناً في الحياة ذاتها طب إيه السبب في ده السبب في ده ببساطة خالص إنه كان فاكر إن النجاح ده النجاح ده عشان إنه سعاد بيعمل دوبامين ففتكر إنه يعمل له إيه السعادة فهو لما تعود على نسبة دوبامين ده طب عايزة أحاجة أعلى فحاسس إنه ما فيش حاجة حصل وأنا بنجح كل شوي لكن السعادة بقى قيمة تشمل الحياة كلها لكن تكريس فكرة إن النجاح ده هو الحياة بتخنق الحياة لا النجاح مش هو الحياة النجاح وسيلة من وسائل الوصول للوسع في الحياة أنا أحب مفهوم الوسع اللي هو أوسع حتى من مفهوم السعادة ففي معاني كتيرة وراء النجاح ممكن نغرسها في أولادنا خلونا مرة كده نتكلم وأكلمكم عن مفهوم الوسع المفهوم الوسع هو اللي يبني الحضارة الجديدة هو التربية الحقيقية إن أنت تربئ أولادكم على الوسع فتوسع عليهم حياتهم زي إن الإتقان عبادة مثلا وإن تعمير الأوطان عبادة وإن قيمة الإنسان بما يحسنه في كل حاجة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا نشوف اللي حوالينا بوسع ونشجعهم يخرجوا من بقهم ويخرجوا أجمل ما فيهم أيا كان اللي ربنا أقامك فيه لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قابل راجل ما قال لهش أنت بتشتغل إيه بس شاف إيده أخرجت رجل راسخ ثابت فشاف إيده وهي متشققة فرفع إيده حضرت النبي وقال هادي يد يحبها الله ورسوله عشان إيه عشان المعنى إن واحد بزل من أجل حياته ومن أجل مجتمعه لذلك تلاقي أصحاب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مختلفين حضرت النبي يقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر كل واحد فيهم أتقن حاجة في مجال حياته وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح عايزين نربي أولادنا أنهم يكونوا في المكان وفي المكان اللي ممكن ينجحوا فيه نجاح متزن نربيهم على أن النجاح المتزن ده مكعب كده ليه ستة أوجه الواجه الأولاني أن النجاح قيمة مغزولة بثلاث قيم الرحمة والخير والجمال يعني ما فيش نجاح حقيقي إيه إلا وكان فيه رحمة ليه وللناس ما فيش نجاح حقيقي إيه إلا وفيه خير ليه وللناس ما فيش ولازم النجاح يضيف الجمال ليه وللناس هو ده الضلع الأولاني إني الضلع الأولاني أن النجاح قيمة مغزولة فيها ثلاث قيم الرحمة والخير والجمال فلو كنت أنت نجحت نجاح مفوش رحمة إيه اللي حاصل يبقى النجاح ده مش نجاح لو نجحت النجاح مفوش خير لو نجحت النجاح مفوش جمال قبيح شنيع ولزاك بعض الناس يجوا وهم بيتكلموا يقولوا هو ده نجاح بس أنا حاسس أنه هو سيء يعني فإيه اللي حصل فقد قيمة من هذه القيمة الثلاثة فده الواجه الأولاني بل الواجه الأولاني كده فيه واخد شكل مسلس كده الرحمة يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ما كان الرفق في شيء إلا زانة زانة هو الخير كنتم خير أمة أخرجت للناس الجمال إن الله كتب الإحسان على كل شيء يبقى إيه زانة الإحسان في كل شيء الواجه التاني من المكعب بقى مكعب النجاح المتزن الواجه التاني إن النجاح يكون واسع يشملني ويشمل للناس كل واحد ليه دور في الحياة مش بيشبه التاني وإن النجاح يشمل كل الجوانب الحياة مش بس الجانب الدراسي ولا المهني لكن كل جوانب الحياة يبقى الأمر التاني ما يسميه أنا إن إحنا لابد أن ننظر إلى النجاح بنظرة التكامل النجاح المتكامل مش أنجح في جهة وجهة التانية لا الواجه التالت إن السعي والنمو والنجاح في الحياة شكل من أشكال شكر نعمة الله آه هنا بقى نقف شوية كده الله سبحانه وتعالى وهبنا نعمة الصحة والتفكير وكل الأدوات اللي حوالينا دي في اللي يحصل فبنشكر نعمة ربنا ده فبنمشي في الطريق ونتقدم نتقدم عشان إيه ولئن شكرتم لأزيدنكم يبقى النجاح ده شكل من أشكال إيه العبادة وعبادة إيه شكر النعمة ولذلك إيه بقى العبادة اللي احنا بنعبد الله بيها دي عبادة حب الحياة وعشان كده حضرت النبي قال إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها يعني إيه يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أني لازم نفضل نحب الحياة حتى ساعة قيام الساعة الوجه الرابع النجاح مش غاية في ذاته لكن وسيلة لغاية أني يرضى الله عني أني يجد أني يراني أفعل أحسن ما لدي لكي أقوم بما أقامني به الله سبحانه وتعالى الأحسن يا ده مهم أول يعني النجاح وسيلة مش غاية وسيلة لإيه لرضى الله وأن أفعل ما يرى الله فيه أنني قمت بما أقامني فيه طيب الوجه الخامس أن النجاح مش حتم على الله يعني النجاح مش النجاح ده فرض فرض على الله لا النجاح فضل من الله تعالي نشوف كده النجاح لمن بذل ليس فرضا على الله ولكنه فضل من الله محد فضل من الله ليه لأن احنا بناخد الأسباب النجاح ونسلم الأمر لله ونرضى بتقرير ديري ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعشان كده إذا كان النجاح ده رزق وفضل من الله يبقى الفشل مش وصمه الله احنا طول الوقت عايزين نوصل للمعنى الفشل ليس وصمه إذا كان الإنسان أخذ بالأسباب فالفشل ليس وصمه ولا الفشل حتى لو أنا ما أخذتش بالأسباب الفشل مش وصمه ولا خزلان من الله الفشل خطوة بنتقدمها للأمام يبقى ممكن الواحد يفشل عشان يتحسن على منوال ما قاله سيد بن عطاء الله اسكندري معصية أورثت زلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا وزي ما قال حضرة النبي ودلما أخذ من كلام حضرة النبي إني لو أعط الرجل وغيره أحبه إليه خشية أن يكبه في النار يبقى إيه اللي حاصل يبقى الفشل ده دفع إلى الأمام رقم ستة وآخر واجه بقى في المكعب ده مكعب النجاح المتزن أن نحن نعلمهم أنهم يعيشوا بجناحين وده الجناح الأول اسمه جناح النور اللي هو العلم فما فيش حياة من غير نور وما فيش نور ولا سعادة من غير علم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس ويبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها ليه بقى لطالب العلم رضا بما يصنع طيب ده الجناح الأول وجناح الثاني الكرامة اللي هي العمل كرمت الإنسان فعمله فالعمل معنا من معاني تكريم الله مش مهانة وإننا بنطقن العمل عشان نكون محل نظر الله وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون تعالوا بقى ندخل شوية نعمل إيه نجاوب على سؤال نعمل إيه نعمل يا سيدي أول حاجة ندعم أولادنا إنهم يخرجوا أجمل ما فيهم في الدراسة وإن ندعمهم إنهم يخرجوا الموهبة والرياضة والعلاقات كل جوانب الحياة في كل جوانب الحياة تلعوا أحسن ما فيهم سواء في الدراسة أو في المواهبة أو كمان في الرياضة تاني حاجة فكروا أولادكم دايما إن ربنا سبحانه وتعالى أودع فيهم مهارات وقيم جمال لا حصر لها خاصة في أوقات الإحباط والقلق والفشل فيعيشوا إنهم عندهم فتح من الله وسنة تالت حاجة ربوا أولادكم على ما يسمى جمال الدعاء لما يحصل خلوا أولادكم يدعو الله سبحانه وتعالى إزاي يعيشوا جمال يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي لا تتركني لي في قلقي وأنا تيسير بيدك وأنك ستنتشني من كل شيء ولأعلموا أولادكم إنهم في حمى الله أليس الله بكافر عبده وعلموهم إن طول الوقت لازم يدعو لأن الدعاء مش سلوى بس لكن الدعاء فتح الإنسان إذا دعا فتح له أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا سيادة نحن نفتح أبواب العطاء بالدعاء نحن نفتح أبواب رؤية جمال العطاء بالدعاء علموا أولادكم إنهم يعيشوا حياتهم مليئة بالدعاء مليئة بالقرب مليئة بجمال اللقاء مع الرب سبحانه وتعالى الذي لا يمنع العطاء بل يزيد العطاء بأن يقبلنا ويعطينا البقاء في اللقاء اللهم اجعلنا دائما يا رب العالمين ممن يتزينون لأننا نعلم أنك تحب الاتزان فاجعلنا من أهل الاتزان في كل شان وفي كل وقت وزمان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين بعد الفصل يا سيادة نرجع لحضراتكم ونعود لحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم مباركة ويفضل الجسر مفتوح على مجالس العلم اللي بنسأل الله سبحانه وتعالى لأنه لا يحرمنا هذه المجالس أبدا وتظل الأنوار والبركات تنزل علينا ويزكوننا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى في هذه المجالس ونظل أن نخصص وقت لهذه الأسئلة نجيب عليها وكمان نفرح كمان بمقترحاتكم كمان وبتعليقاتكم اللي بنشرب فيها على الصفحة ولكن تعالوا بقى نسمع أول سؤال من أستاذة داليا من الجيزة أستاذة داليا سلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله بركاته سؤالي أنا عندي بنت عن داعك بعد 10 سنة ويعني هي مش عايزة تتحجب للأسس يعني مش مقتنع للحجاب حاليا وبحاول أن أنا على قد ما أقدر أنا وباباها هي بنتي الوحيدة يعني أننا نقنحها بالحجاب وبنحببها فيه جدا على قد من أقدر هي شايفة نفسها ناليسة صغيرة ومش عايزة تتحجب حاليا وبتقول لي سيبيني أتحجب عن اقتناع مش عايزة ألبسه أكبار فهل بقى كده فيه وزر علي أنا وباباها مع أن ربنا أنعم علي بالحج وبالعمرة وكانت معي في مناسف في الاتنين في مناسك العمرة عملت العمرة وعملت مناسك الحج بس برضو سبحانك يا رب لسه قابلياتها للحجاب مش قادر يبقى عندها اقتناع بي وأنا مش عارفة أجاهد معها أعمل إيه يا رب تفيدني بيه يا فضلت الشيخ حاضر أستاذة داليا بصي أستاذة داليا لازم نفرق ما بين الحكم وكيف نحيا بهذا الحكم بلا شك أن الحجاب فريضة وفعدش أبدا قال إن الحجاب مش فريضة خالص 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 كل العلماء مجمعون على إن الحجاب فريضة والحجاب فريضة يعني ستر العورة المدخل اللي احنا عايزين نتكلم فيه مع بنتنا مهم جدا جدا المدخل اللي عندنا المشهور أوي هو مدخل الفتنة والمدخل المشهور جدا 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 مدخل اللي احنا عايزين نغطي البتاعة من الدبان مدخل مشهور بيستخدمه كتير من الناس وهو مش ده المدخل الصحيح فيما يتعلق بالحجاب انا اضرب لك مثال العرب لما كانوا حتى دوت في بعض المسلسلات وفي بعض الافلام بيبقوا فاهمين ده ان الانسان كل مكان عنده مكانة كانوا يطولوا السياب لغاية ما جيه الاسلام قال منحش محتاجين لهذا المظهر المظهر ده فيه صرف وفيه طرف فبلاش نعمل كده فبلاش تطولوا سيابكم لكن المفهوم العربي اللي متكرس ان الانسان كل ما بيبقى فيه تطوير للسياب كل ما بيبقى عنده كرامة اكتر واحنا حتى الان اذا حبينا نهين انسان بنخعري ففكرة ان ليه المرأة بتلبس هذا السياب وليه بتلبس السياب مختلف عن سياب الرجل لان المرأة الله سبحانه وتعالى اراد ان يخرجها من ما زلت ان يتلاعب بها البشر الى ان يبقى عندها رمز للكرامة فالحجاب رمز لمزيد الكرامة يعني المرأة عندنا في منطقة كرامة اكبر ليه ليه عايزين تحط المرأة بالحجاب في منطقة كرامة اكبر لتلات اسباب المرأة ببساطة خالص هي البنت اللي بتكون سبب لدخول ابوها الجنة هي كمان الاخت اللي هي بتساند اخوها وتكون كمان رحم وهي كمان الام قبل ده كله اللي بتربيه وبتساعده وكمان بتخليه رجل وعشان كده المرأة لازم تكون عندنا في محل كرامة عظيم طب ايه اول ما يحصل نشوفه نحس ان المرأة في هذا المحل من الكرام دائما الثياب بتستخدم في كل الحضارات على ان هي رمز طول الوقت بتستخدم على ان الثياب دي والثياب دي احد قراءة الحضارة فلما اقرأ الحضارة الاسلامية كده هي الحضارة الاسلامية ايه علاقتها بالمرأة انها تزيد وتبالغ وتعظم المرأة ليه يا سيدي قال لك لان هي لبستها الثياب كده وعشان كده حتى في الاديان الاخرى لما حبوا يبينوا كرامة بعض الرموز زي السيدة ماريوم خلوها لابسة هذا الثياب ايه اللي حصل يبقى كل ما الانسان لبسه ثيابا تظهر مكانته واحترامه وتقديره كل ما كان ده دليل على الكرام المدخل ده لازم يشيع خلينا اقول لكم انت طبعا امرأة عارفة ان البنات لما بنيهم طريقة في التفكير كده ايه الطريقة في التفكير ان انت تلبسي الحجابة عشان ما تبقيش فتنة فتيجي في دماغها ايه انا كده حلوة وعندي حاجات طب انا خبيها ليه اه يعني انا وبقول كده انا بساعد الشيطان على ده لكن مدخل ان هي كريمة معززة في اعلى درجات العزة والكرامة احنا مش خايفين منها احنا عايزينها تتحط في مكانتها امرنا ان ننزل الناس منازلهم فمن انزال الناس منازلهم ان احنا ننزل المرأة في منزلتها العظيمة لما لها من مكانة في المجتمع فنعبر عن ده ازاي بان احنا نخلي ثيابها على هذا الناح الثياب اللي بيخليها دايما يشعر الناس ان احنا جل جزء من اجزائها عزيزة علينا عزيزة علينا يعني كريم فهي كريمة فقط احنا عايزين نفهمها انها كريمة ولا نريد انها ان نفهمها انها مخيفة انها مسيرة انها فاتنة لنعيجي الناس يقول لنا ايه تموها الناس دلوقتي كلهم مش معجبت فين بقى الاثارة وفين معرفش ايه ويجي ازك اخواته وقول لك ما الاثارة قالت لان الناس يا سيدي بلاش الكلام الملاغبط ده احنا بنتكلم عن الشرع الشريف مش بنتكلم عن افكارنا وعن اهوال فاحنا محتاجين ان احنا نعمل مدخل مناسب بتقول لي اعمل ايه ادي قلت لك اول درجة اول حاجة ان نقول لها المدخل ده تاني حاجة وده شيء مهم جدا 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 ان احنا اصعيح ان احنا عايزينها تفعل تفعل الطاعة ولا شك ان حجاب المرأة طاعة طاعة وامتسال لامر الله سبحانه وتعالى فايه اللي حاصل ولكن سندل على الله بالتي هي احسن اللتي هي احسن يعني ايه اكتر حاجة ممكن نعملها التخول بالنصيح امت التخول بالنصيح اذا جات سألتني ان نتكلم معها نحاول بقدر اليمكان لكن الضغط عليها الضغط عليها وخاصة في السن اللي هي فيه ده لن يزيدها الا نفورا ولن يزيدها الا بتعادة لعلي اكون قلت لحضرتك مجموعة من الحاجات الاصول التربوية اللي احنا ممكن نعملها مع بنتنا الغالية معانا الاستاذ امير استاذ امير استاذ امير يبدو انني حضرتك بس من اول خالص عزب تحتاج التوطي التلفزيون ايو استاذنا ايو استاذنا نوطي التلفزيون شوية طيب ازاي حضرتك ازاي حضرتك يا استاذ امير الله يخذيك يا شيخنا ازاي كاملانا اتفضل ياقو بالنسبة السنة المؤكدة بعد الفرد نعم ايه هي انا سمع حضرتك يا استاذ امير بقول السيابتك السنة المفروضة بعد الفرد اه 17 ركعة زي 17 ركعة بتاعت الصلاة 17 17 زي 17 17 زي 17 بالضبط كده خلاص يا سيدي بس يا سيدي عن قسمهم مع بع ايو طب احنا عندنا قولين قول السيدة عائشة وقول سيدنا عبد الله بن عمر في السنة المؤكدة بتاعت السنة المؤكدة مش بعد الصلاة بس عشان انت حداك قلت ان السنة المؤكدة بعد الصلاة بس لا السنة المؤكدة في حيات اسمها السنة للرواتب بمصطلح ده اكتر دقة من السنة المؤكدة السنة المؤكدة هي السنة هي السنة التي حافظ عليها الرسول الله سلام ولم يتركها لكن فكرة السنة ان الرواتب اللي انا قلت لك عليهم اما اما 17 زي 17 الصلاة ده التعبير الاحسن في ركعات الصلاة ليه بقى هنيجي نبص عندنا دلوقتي ما بيه عندنا هو اللي بيه اللي بيخلي الناس مش قادرة تضبط السبعتاشر الخلاف ان ما بين ما رواه السيدنا عبدالله ابن عمر وما رواه السيدة عائشة ان هل نصلي قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا ولا نصلي قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اثنتين هو ده اللي بيخلي الترتيب والعدد ده اللي عملتها كده وعدتهم ما يطلعوا 17 ركع نعم نعم يا سادة يا ريت تخليكم معنا هنخرج فاصل ونرجع نكمل معاكم وحضركم معنا اللي مليان فضل ونعم وبركة فاصل نرجع لحضراتكم تاني عشان نجيب على اسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا اسئلتكم المباركة ومعنا البشواندس محمد تفضل يا بشواندس محمد بشواندس محمد بشواندس محمد معنا ولا طب معليش عاود الاتصال عاود الاتصال تاني دكتورة مجدة تفضل دكتورة مجدة ايوة تفضل يا فاند طيب حاضر السلام عليكم يا دكتور عمر عليكم السلام ورحمة الله بركاته اولا انا متشكرة لمداخلتي مع حضرتك وبشكر فريق الاعداد اللي في منتهى الزوء والله ناس في منتهى الزوء وبيعملوا الناس حلو جدا ليه سؤال عند حضرتك عايزة اعرف كفارت اليمين ايه وكفارت الندر ايه طيب يعني انت دلوقتي خلينا بس نقول النازل ده على واقع حد حلف على حاجة وبعدين ما عملهاش صح كده؟ تمام وحد ندر ندر ومش قادر يعمله صح؟ عمل شوية فيه وماكملوش ما هو ايه الندر ده يعني صام الندر لا لا كان مثلا كان ليه اخ بيعمل عملية كبيرة اوي فانا برد ان انا صم اتنين وخميسة على طول فصمت على طول لغاية ما ابتديت يعني صحيتي شوية فاخدت علاج وادوية وكده فالدكتور قال لي نقلل نوقف شوية الصيام فخفت بقى قلت ايه اسأل قبل ما وقف الصيام اسأل طيب ايه بقى احنا دلوقتي عندنا ايه اللي حاصل ان داعي داعي الضرورة منعنا من هذا العمل الصحيح المختار ان ده لا يبطل الوفاء بالنازل يعني انا دلوقتي خلاص مشيت بالنازل ومشيت اعمله وبعدين حال بيني وبين اتمام النازل عرض ايه من عوارض الضرورة فهل ده عدم وفاء بالنازل الصحيح اما طبعا القول التاني بيقول ايه لو انا استسنيت وقلت ان شاء الله ليه خلاص لما خلاص يحصل لده يبقى باتفاق مش هيبق عليها كفار لكن هناك قولي كمان قوي بيقول ان انتي لما داع لما داع الضرورة ان خلاص حيلة بينك وبين وبين ده ايه بالمرض فانتي خلاص دخلتي واستجابتي وامتسلتي للامر فجاءت داع الضرورة ايه ومنعك من هذا هذا وزيك القاعدة اللطيفة ان داع ان داع الدرورة لا يمنع من امتسال الامر زي بالظبط لما جالي امري ان انا اشرب البحر فروح تشربت شوالي لغاية ما مطنقنت انا خلاص امتسلت الامر كده يبقى انا امتسلت الامر لغاية ما اقدرت يبقى انا كده ما امتسلتش الامر لا امتسلت يبقى دا وقت في قول قوي يقول بانه لا كفارة فيه القول المشهور بقى لدى الناس اني عليك كفارتي من اطعام عشرة مساكين لان احنا متعامل مع عدم الوفاء بالنزل معاملة الايه عدم الوفاء بالايه بالحالف في الحالف بقى نفس الكلام اذا انا ما قدرتش اؤدي ما اقسمت عليه ايه اللي حاصل اطعم عشرة مساكين يبقى انا لو حرفتها الحاجة وما عملتهاش لانا لما استطع ان افعلها نطعم عشرة مساكين وهنا وده المستند بتعلبه القول المشهور اللي هو علينا ان احنا ماذا علينا كفارة يعنينا كفارة هنا اطعم عشرة مساكين في الحالف واتعم عشرة مساكين كمان في عدم الوفاء بالنزل مع ملاحظة على ذلك القول اللي موجود مهم نعم باش مهندس محمد يتفضل ايوه مع حضرتك يتفضل يا باش مهندس اهلا بيك يا دكتور دايما المنور الشاشة وربنا يا ربي كلمك دايما وكده يعني دايما نسعد بيك وبوجودك وطلتك الجميلة على الشاشة الله يرضى عنك الله يبارك فيك تفضل يا باش مهندس محمد ربنا يا ربنا عندي من فضلك سؤالين تفضل السؤال الاولاني خاص ابني عنده جايب باش مهندس امسك في الخط كويس بقى طيب لو عشان بس مش عايف هتقدر تجعليني عبد المالي لو هي اخلص وان لا حاول حاول بسرعة باش مهندس ابن حضرتك لو كان جايب كلب نوديه فين نوديه في الفرندة نوديه في الفرندة او نوديه في الجنينة او نخليه في مكان بنصلي فيه ما يدخلهش ابدا اذا حصل ده ان شاء الله يحصل لنا ان شاء الله ان ما ينقص من ثوابنا شيء وان شاء الله يكون دوة خير وننوي بتربية وننوي بوجود هذا الكلب ننوي ان احنا بننرع عن الحيوان وبنمتثل رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوان ورأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل المخلوقات وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا لان الفتوى اللي عندنا هو ان الكلب كله طار على ما عليه السادة الملكية فيبقى المسألة هكذا وربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الحياة السعيدة انا ببقيت سعيد ان احنا بنسأل في اسئلة خصة اولادنا ازاي نعمل انا بحب الاسئلة بتاعت الايه كيفة لان كيفة دي بتسعد الواحد بتسعد الواحد ان احنا مش معتبرين ان الابوة والامومة دي دي فطرة لا احنا معتبرين الابوة والامومة دي علم كل ما نتعود ان احنا نعمل ده كل ما ده هيبقى احسن كل ما ده هيسعدنا كل ما ده هيعمل لنا ابواب كتيرة مفتوحة على وسع رب العالمين مع اولادنا يا رب الهمنا الرشد والهمنا النور والبركة وجعلنا يا رب دايما نعرف ان نورك لا يفرقنا وان نورك دائما يفتح لنا ابواب يا ربنا يا وهاب جعلنا دائما نقف على الاعتاب متيقنين بانه لا بواب ولا باب يمنعنا من ان نحصل فتح الرب سبحانه وتعالى الوهاب يا كريم اكرمنا على الدوام واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتزنين واجعلنا ممن يسيرون مع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وحين اشتركوا في القناة